اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة مع معالي الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة فلسطين الشقيقة والتي ترتكز على دعائم صلب من الاحترام والتقدير المتبادل معربا عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء في ظل حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بمستويات التعاون إلى أفاق أوسع بما يلبي التطلعات المشتركة كما جدد سعادته التأكيد على موقف مملكة البحرين الداعم والثابت للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة من جانبه أشاد معالي الدكتور رياض المالكي بمواقف مملكة البحرين الداعمة للقضية الفلسطينية مثمنا مساندة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة معربا عن تقديره للعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وحرص البلدين على تنمية التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المشتركة متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار هذا وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة ومستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر